انطلقت قافلة مدرية الصحة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بمشاركة 25 متطوعا بمركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية تضمنت القافلة جميع التخصصات في البطن والأطفال والأسنان والجراحة العامة والجلدية وقياس الضغط وتحليل الدم والسكر وغيرها وتم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى جامعة قناة السويس والمجامعة الطبي لإجراء المزيد من الفحوصات لبدء العمليات الجراحية ترجمة نانسي قنقر